هل تسألتم يوماً كيف شكلت أرض فلسطين التاريخية أحداثاً غيرت مجرى التاريخ؟ من حضارات الكنعانيين القديمة إلى تأثير الديانات الثلاث الكبرى تحمل فلسطين في طياتها أسراراً وتفاصيل لم تحك من قبل في هذا الفيديو من قناة رحالة التاريخ سنغوص معاً في عمق هذه القصة المدهشة ونكشف لكم كيف كانت هذه الأرض مركزاً لتجارب إنسانية ودينية أثرت في العالم بأسره إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد عن هذا التاريخ الغني والمثير لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا قصة فلسطين تمتد عبر آلاف السنين وتشمل تاريخاً غنياً ومعقداً يعكس التنوع الحضاري والديني الذي شهدته هذه المنطقة دعنا نستروع تفاصيل فترة ما قبل العصور الإسلامية الحضارات القديمة الكنعانيون سكن الكنعانيون في فلسطين منذ الألفية الثالثة قبل الميلان كانوا شعباً سامياً استقر في المنطقة وأسسوا مدناً ودويلات صغيرة اعتبرت المدن الكنعانية مثل ببيل وصيدون وصور مراكز تجارية همة وكان لديهم ثقافة مزدهرة ودين متعدد للآلهة الفلسطينيون يعتقد أن الفلسطينيين وهم مجموعة من الشعوب البحرية مثل الفلسطينيين صلوا إلى فلسطين في أواخر الألفية الثانية قبل الميلان كانوا يستقرون في المدن الساحلية مثل غزة وأشدود وأشيرون وكان لهم تأثير كبير على الثقافة المحلية الاحتلال المصري في فترة معينة من التاريخ كانت فلسطين تحت النفوذ المصري كانت مصر القديمة تقوم بإرسال حملات على المنطقة وفرضت سلطتها عليها الاحتلال البابلي والفارسي بعد ترابع النفوذ المصري شهدت فلسطين احتلالات من الإمبراطوريات الكبرى مثل الإمبراطورية البابلية والإمبراطورية الفارسية في هذه الفترة كانت القدس مركزا مهما تحت السطرة البابلية حيث تم تدمير الهيكل الأول وتدمير المدينة اليهودية تعدد القدس مركزا مهما لليهودية حيث بني الهيكل الأول في عهد الملك سليمان حوالي تسعمائة وخمسون قبل الميلاد كانت الفترة التي تلت ذلك شديدة الأهمية لليهود وتخللتها فترة من المنفى البابلي بعد تدمير الهيكل في عام خمسمائة وستان وثمانون قبل الميلاد المسيحية ظهرت المسيحية في القرن الأول الميلادي وبدأت في فلسطين تحت الحكم الروماني كان يسوع المسيح وهو شخصية محورية في المسيحية يعيش ويعلم في هذه المنطقة بعد وفاته وقيامه أصبحت المسيحية تنتشر تدريجيا في أنحاء الإمبراطورية الرومانية الإسلام دخل الإسلام فلسطين في القرن السابع الميلادي عندما فتحتها البيوش الإسلامية تحت قيادة الخليفة عمر بن الخطاب أصبحت القدس مركزا هما للإسلام حيث بنيت قبة الصخرة والمسجد بالأقصى الحكم الروماني بعد فترة من السيطرة السلوقية أصبحت فلسطين جزءا من الإمبراطورية الرومانية في هذا العصر تغيرت كثير من معالم المدينة حيث أعيد بناء الهيكل الثاني وتغيرت البنية التحتية الحكم البيزنطي مع تحول الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية بيزنطية أصبحت فلسطين مركزا هما للمسيحية وشيدت كثير من الكنوس والأديرة تجسد هذه الفترة بدايا للتنوع الثقافي والديني الذي ميز فلسطين على مر العصور حيث كانت دائما تقاطعا رئيسيا للتاريخ الإنساني خلال العهد الإسلامي شهدت فلسطين تغييرات كبيرة وتطورات همة تحت حكم الخلافة الإسلامية ومرت بالعديد من التحولات التاريخية التي أثرت في تاريخ المنطقة دعنا نستروع تفاصيل هذه الفترة التاريخية العهد الأموي من 661 إلى 750 ميلادي الفتح الإسلامي دخلت فلسطين في عهد الخلافة الإسلامية عام 638 ميلادي تحت قيادة الخليفة عمر بن الخطاب وقد كانت هذه الفترة بدايا لعصر جديد من الاستقرار والتطور في المنطقة الاستقرار والتطور شهدت فلسطين خلال فترة الحكم الأموي التي بدأت بعد الفتح الإسلامي استقرارا نسبيا وتطورا في البنية التحتية تم تحسين الطرق ووسائل النقل وتوسيع المدن كانت دمشق عاصمة الأمويين مركزا هما للتجارة والسياسة وكان لفلسطين دور بارز في هذه الشبكة القدس في هذه الفترة تم بناء قبة الصخرة على جبل الهيكل ما جعل القدس موقعا مقدسا للإسلام وهو معلم مهم لا زال قائما حتى اليوم العهد العباسي من 750 إلى 1258 ميلادي التحول للعباسي بعد سقوط الدولة الأموية أصبحت فلسطين تحت الحكم العباسي الذي اتخذ من بغداد عاصمة له كانت فترة العباسيين عصرا من الازدهار الثقافي والعلمي التطورات العمرانية في ظل العباسيين شهدت فلسطين ازدهارا في مجال العلوم والفنون كان هناك اهتمام كبير ببناء المدارس والمكتبات ما ساعد على نشر العلم والثقافة التجارة والاقتصاد كانت فلسطين نقطة تقاطع همة في شبكة التجارة الإسلامية تمر القوأفل التجارية عبرها من مكة إلى الشام ومصر ما عزز اقتصاد المنطقة ورفدها بالبضائع والموارد العهد الفاطمي من 909 إلى 1171 ميلادي السيطرة الفاطمية في بداية القرن العشر الميلادي سيطرت الدولة الفاطمية وهي خلافة شيعية على فلسطين كانت هذه الفترة منقسمة بين الفاطميين الذين كانوا يركزون على تعزيز الفقه والشريعة الخاصتين بهم القدس شهدت القدس خلال هذا العهد اهتماما من قبل الفاطميين حيث قاموا بإصلاحات في المدينة وعززوا من مكانتها الدينية العهد الصليبي من 1099 إلى 1187 ميلادي الحملات الصليبية في لال فترة الحملات الصليبية احتل الصليبيون القدس عام 1099 ميلادي وأسسوا مملكة القدس اللاتينية كانت هذه الفترة من النزاع والتوتر حيث أجه الصليبيون مقاومة شديدة من المسلمين الاسترداد في عام 1187 ميلادي تمكن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي من استعادة القدس بعد معركة خطين وأعاد المدينة إلى الحكم الإسلامي كانت هذه الفترة بداية لعودة الاستقرار والازدهار للمدينة تحت الحكم الأيوبي العهد المملوكي من 1250 إلى 1517 ميلادي الاستقرار المملوكي بعد انهيار الدولة الأيوبية أصبحت فلسطين جزءا من الدولة المملوكية التي كانت تحكمها سلاة مملوكية شهدت هذه الفترة استقرارا نسبيا وتحسينات في البنية التحتية الازدهار في عهد الممليك شهدت فلسطين ازدهارا تجاريا وعمرانيا حيث تم بناء المدارس والخانات والجامعات وتعزيز الحياة الثقافية والدينية في المنطقة العهد العثماني من 1517 إلى 1917 ميلادي الاستعمار العثماني في عام 1517 استولت الامبراطورية العثمانية على فلسطين وأصبحت جزءا من ولاية الشام تحت الحكم العثماني شهدت فلسطين استقرارا كبيرا وازدهارا اقتصاديا التطورات العمرانية قام العثمانيون بإصلاحات في البنية التحتية مثل بناء الطرق والبسور وتحسين نظم المياه ما ساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة التنوع الثقافي كانت فلسطين خلال العهد العثماني نقطة تقاطع ثقافيا وتجاريا همة حيث تعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود بسلام نسبي ما ساهم في تنوع الحياة الثقافية والاجتماعية في المنطقة في بداية القرن العشرين شهدت فلسطين فترة مليئة بالتغيرات والتحولات الكبرى التي أثرت بشكل عميق على تاريخ المنطقة لنلقي نظرة أعمق على تلك الفترة الحرجة الانتداب البريطاني من 1917 إلى 1948 وعد بلفور في الآل الحرب العالمية الأولى أصدرت بريطانيا وعد بلفور الذي دعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كان هذا الوعد له تأثير كبير على السياسة المستقبلية في المنطقة واعتبره العديد من الفلسطينيين تهديدا لحقوقهم النفطية الانتداب البريطاني بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تم تكلف بريطانيا بإدارة فلسطين بموجب للانتداب الذي أقرته عصبة الأمم في لال فترة الانتداب سعد بريطانيا لتحقيق توازن بين الوعود التي قدمتها لليهود وتلبية حقوق الفلسطينيين لكن هذا التوازن كان صعبا بسبب تصاعد التوترات التوترات بين الفلسطينيين والمهاجرين اليهود الهجرة اليهودية في لال فترة الانتداب تزايدت أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بشكل ملحوظ ما أدى إلى زيادة التوترات مع السكان الفلسطينيين المحليين كانت الحركة الصهيونية تسعى لإقامة دولة يهودية على الأراضي التي كانت تتسم بالوجود العربي الاضطرابات والمواجهات تسببت زيادة في الهجرة اليهودية والاستيطان في فلسطين في مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين واليهود وقعت العديد من الاضطرابات وأعمال العنف بما في ذلك تمردات الفلسطينيين ضد السياسات البريطانية والصهيونية النزاع الفلسطيني واليهودي الانتفاضات الفلسطينية في الثلاثينات شهدت فلسطين سلسلة من الانتفاضات ضد الانتداب البريطاني والهجرة اليهودية ابرزها كانت ثورة من 1936 الى 1939 التي كانت حملة شاملة من العسيان المدني والعنف ضد الاحتلال البريطاني والسياسات الصهيونية الاحداث السياسية في السنين الاخيرة من الانتداب البريطاني تصعدت التوترات بشكل كبير ما جعل الوضع في فلسطين غير مستقر حاولت بريطانيا التي اصبحت تواجه ضغوطا من كلا الجانبين احالة القضية الى الامم المتحدة قرار تقسيم فلسطين خطة التقسيم في عام 1947 اقترحت الجمعية العمومية للامم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين الى دولتين واحدة يهودية واخرى عربية مع جعل القدس منطقة دولية وافق اليهود على الخطة لكن الفلسطينيين والدول العربية رفضوها معتبرين انها غير عادلة وتؤدي الى تهجيرهم النكبة قيام دولة اسرائيل في 14 مايو 1948 اعلن دافيد بناغوريون قيام دولة اسرائيل كانت هذه الخطوة كثيرة للانتداب البريطاني وبداية الصراع العربي الاسرائيلي النزوح والتهجير عقب اعلان قيام دولة اسرائيل اندلعت حرب بين الدول العربية الجارة والدولة اليهودية الجديدة خلال النزاع تم تهجير مئات الالاف من الفلسطينيين من اراضهم اصبح هؤلاء اللاجئون في الدول المجاورة وفي مخيمات لاجئين داخل فلسطين النتائج والاثار النكبة يعتبر عام 1948 نقطة تحول كارثية في تاريخ الفلسطينيين حيث فقدوا الكثير من اراضهم واصبحوا لاجئين يطلق الفلسطينيون على هذه الفترة النكبة او الكارثة بسبب فقدانهم للاراضي والمنازل وتداعياتها الاجتماعية والسياسية العميقة تشكيل اللواجئين الفلسطينيين بعد النكبة تشكلت العديد من مخيمات اللواجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والاردن ولبنان وسوريا بدأت قضية اللواجئين الفلسطينيين تصبح احد القضايا الرئيسية في الصراع العربي الاسرائيلي التي لا زالت تشكل جزءا محوريا من النزاع حتى اليوم قصة فلسطين هي بالفعل قصة صمود وأمل وتاريخ عميد نأمل أن يكون هذا الفيديو قد قدم لكم لمحة واضحة عن هذا الجزء المهم من العالم وألقى الضوء على أحداثه وتفاصيله البارزة نود أن نذكركم بأن هناك جزءا آخر في الفيديو القادم سيكمل استكشافنا لهذا الموضوع الهم لذا تأكدوا من تفعيل زر التنبيهات لتبقوا على اطلاع بكل جديد إذا كنتم مهتمين بالتعرف على كل ما يخص تاريخ الدولة العثمانية تجدون الفيديو الخاص بهذا الموضوع أمامكم لا تفوتوا فرصة التعرف على تفاصيل هذا الفصل التاريخي المهم شكرا لكم ونتطلع لرؤيتكم في الفيديو القادم